السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في الدرس هاد راح نتعلم شنو انواع الديتة اللي عندنا في سي بلاس بلاس او في اغلب اللغات للبرمجة. طبعا في في اشياء ثابتة كستاتيكس او ستاندرز هذير اشياء اللي هما الديتة تايبز عندنا. في اشياء تختلف اثناء الانترفيس لكن في او في بعض اللغات في اشياء ثابتة اليوم راح نترسل. في عندنا انواع كثيرة. اهم الاشياء اللي عندنا في الحياة اللي حنفوض نعرفها كاشخاص عندنا الارغام والاحرف او الكلمات. هذير يتفرعون من هذير شجرتين رئيستين. الارغام اللي هي ديجيتس يعني ممكن تو فور فايف سيكس اي شيء اي شيء هذير الارغام كلهم. حلو? ممكن في فراكشن. ماذا نتو هذي ارغام حلو? فهذه انترس كلها تحتها في اشياء اسمونها انتجر. انتجر. حق ارغام صحيحة. اوكي. عندي فلت. حق ارغام عشرية وفيها فراكشن. وعندي دبل. حق ارغام دبل. حق ارغام عشرية ايضا لكن اكبر من الفلت. يعني مثلا هني وان بوينت زيرو بلا 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 بلا. من دون طبعا احرف. اما هي الحيبي بفلت. يقول انا حدي. شذي وان دوت. بلا 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 بلا. هاذا حدي. تريب ايت اوار تين. اما الانتجر يقول لها حيبي انا ما ما عندي فراكشن. انا عندي وان بس هذا اللي عندي. هذو الفرق بين ارغام. طبعا في هناك اشياء كثيرة. لونج. واشياء اخرى. فلت ثرتي تو اشياء. يعني ما احتاجها لكن هذي هي البيسيكس المين ايديا. هذا بالنسبة للارغام. نزعين بالنسبة للحروف او الكلمات. اللي هذي. حلو اي شي. حلو. نزعين. هني تي عندنا شي رئيسي. يسمونا سترينج. حلو. هاذا سترينج يحمل كلمات او جمل او حرف حتى. حلو. لكن يحتاج. تكتب حرف تكتب حرف تكتب كاركتر. انت بسحب واحد. لكن راح اصدهم كلها سرينج احنا. دايمان من تبي تعبر عن اي سرينج في اي لغة تحطه بين كوت. اغلب لاحيان كوت او. سنجل كوت. هذي ل. عشان تعبر عن سرينج. لكن في السي بلس بلس فهو دبل كوت. اني تكتب بينهم التكتس مالك. اي مثلا. هلو. ماينام. اي دونت نو. ماينام ايز. اي دونت نو. هذا ما لا اي شي في الكود. اي شي تكتبهني. ماي اثع الكود. هذا يعني. مرح يسأل شنو هادا. حلو. لا مايهم شنو هادا. الا في حال ان حطيت لرموز معينة. الرموز هي مثلا. ان. بريك لاين. خلني شرحها تحتها. او خنقول يامهم. الرموز هي هذي. ني. بريك. لاين. او نيو لاين بالاحرى. حلو. او عندي هذي. تي. اللي هو التاب. يسوي اندنت حق. التكست. سوري. تاب. وايضا في نموز اخرى. لكن هذي لهم اهم رمزين. مثلا. اذا تاب تكتب مثلا. مثلا. خنا تعريكم مثال. مثلا. مثلا. حلو. نقول قيمته. هلو. و. مزين. لكن تبي تحط علامة هذه. تبي تحط علامة مثلا. اي هذه العلامة. نشوف الكود صار فيه غلط. ليس لامت حطها دبل. وراح يعرض واحدة منهم. بس راح يعرض هذه. ما راح يعرض هذه. هذي علامة ترميز اللي هي استخدمناها هني عشان نسوي نيو لاين او نيو تاب هذي رح يطلرضي فقط واحدة حلو يعني هذي في حالات اخرى اذا عطيب تكتب شذي في اشياء ما تنكتب لازم تكتب قبلهم الباك سلاش حاب نسبة سرنك في عندنا كاركتر تشار حلو عشان نكتب كاركتر واحد اوكي في عندنا شي هذا ممكن نقول ان شي يا اما صح يا اما غلط او بايناري انزين البايناري يعني شلون يعني اما true او false حلو او واحد او zero yes او نو يعني ما في يا اما تذي اما تذي ما عندها حالواسط حلو الحيب هذي يسمونه وفي بعض اللغات يختصون بول فضلكة هذه دائمان اجابته تكون true or false وفي بعض اللغات يكون yes or no طبعا كل كابتل يكون هاذا or one or zero هذا فقط استخدمه في بعض احيان ال if statement مثلا I need to check the function if it's done or not يعني فيها استخدامات كثيرة جداً حلوة وبسيط جداً لكن ما يحمل أي شيء آخر بس هذي الأثناء هذي الـ 3 forms وممكن اللغات ممكن في بعض اللغات يكنسون yes or no في بعض اللغات يكنسون one or zero بس يستخدم true or false هذي هم المين data types you will use in C++ في أشياء فرعية صحيح مثلا إذا أبي أسوي أبي أسوي button أبي أسوي مثلا آآ image هذي تحتمد من بين كل اللغة لها طريقة أخرى في الأمور الحالي شكراً لمتابعتكم كان معاكم أخوكم يوسف الصالح